عالي المقدمي هاجر وهو ابن السابعة عشر ربيعاً نحو الضيار الفرنسية التحق بإخوته واشتغل معهم في التجارة قبل أن يستقل بنفسه وينشئ مشاريعه الخاصة السلام عليكم أنا الاسم ديالي المقدمي علي من مدينة نيس لأكود دازير بفرنسا وأصلي من السوس من واحد يلتا فراوت وكبرت في مدينة ديالتيفلت تل ولدت 17 العام في عمري وجيت لفرنسا وواحد الأخ ديالي الكبير هو كان هو ديالي في فرنسا في تلك العهد وهو اللي جابني عندو وكان كده بتجارة كانت عندي الكسعة للي بيسخي ومن ثم خدمت معاه تقريباً واحد أربع سنوات ومن بعد جيت عندي واحد الأخ ديالي أخر اللي كان كيعيش في مارسيليا جيت عندي أغير عوطلة باش نشوفوه زيقات مدينة مارسي عجبتني وقالوا لي كان شي سواسا اللي من عندنا من البلاد شلوح قال لي يلا بغيت تسطل هنا نعاونوك ووجي مرحبا بك وتما فينا عاونوني بالصح ما ننساش خيرهم اليومين هادا وبديت تجارة ديالي تماكن بديت بالبازار قد كشي ديال الزرابي وقدرت واحد المحال صغير ومن ثم جيت تلك لاغير دوغولف من لاغير دوغولف كانت تقسد شوية الخدمة في تلك الزرابي في البازار قلت غادي ندخل اش غادي ندير غادي رجعت الاليمونتاسيون الي كان كده الخويا الي تعلمت من عند خويا وقدرت الاليمونتاسيون وتعرفت على واحد الصديق الي كان منصحني بانني نمشي ننخدم معه بوعود اسلام فيونت ومن الي خدمت معهم تعرفت بان في اللحم خدمة زوينا وفيها ربح شوية وحسن من تلك الاليمونتاسيون وحسن من تلك الخضرات وحسن من نسبيته قلت علاش حتى انا من بداش ندير للحب وخا ما كنا عرفش لي وخا ماشي عرفتي وخا وعكي عندي الاكسبيرون شوية كسامها اخويا علمني كيفاش ننسي يير كيفاش في التجارة وادك هي الانطلاق ديالي خدمت في مارساي مارساي زي كان ودبا انا مستقر في النيس تقريبا دبا ثلاثين سنة والحمد لله هادي الابوشخي الام اللي باش بدينا فلا بوشخي هي هادي ها ها هادي الاتوال فيا ها هادي الاتوال فيا نفسه وله اللي تصور لحمد للطلاج بحال تكشي ديال طارقة اسلامية مدبوحة ها انت الحمد لله انت شوف هالمسمن هالبطبوط هالخوف زي ديال الضار كلشي ما خصوالو الحمد لله كلشي خير ها وزيتون ديال المغرب ها ها كيجي من المغرب ها كيجي من المغرب ها كلشي كيجي من المغرب اليوم هنا الولاد بدهو كيكبرو وانا حاولت باش بخلي ولداتي هنا في فرنسا هم اللي غادي تكلفوا ما زال بكشي اللي بالشركات اللي عندي انا غادي يخدهم الولدات وانا بغي ندخل البلد لأنه حلم ديالي وكنت ديجا انا وواحد الاخ ديالي كبير اللي انا معاها ناويين ان شاء الله فهد السارة نحاولو نديروش حاجات ما في المغرب وندخلوه هو ديجا رمشات ما كي نشوفه لا قدر ما ديه ما يبدأ هو اللول وانا غادي نوصل عليه ان شاء الله وحنا ديجا حنا عدنا واحد البروجيوك خدمين فيه وانت ان شاء الله نتمنى الله التوافيق باش يساعدنا وحتى الدولة تعاوننا شوية على طيفة كي استفادة غاتا غرون ميغ سوية باتوبوا ديموش هادي بنتي هادي بنتي هادي اموت الكربنية اللي عندي فالدار بنتي الكبيرة هادي الحمدلله وحما درا توا من المنتين غير اللي بولد داخر من الوجداء مغرب دياليوم هو جنة حلم لكل مغربي اللي عايش في اوروبا اللي عايش في الخارج اللي عايش في أي بلاد الحلم هو يرجع لهذا الوطن لانني كنت منه انا مني كن مشي المغرب كنقول اهش كندير في اوروبا لانني ادشي عاجيب والحمدلله المغرب غادي القدم واحد الصور عللي انها هي كنشوف بانا المستقبل كن في المغرب لكل كل المغاربة الفرنسا ديالب كلي مشي فرنسا ديال اللي اليوم ولي انا懸م ديالالكل اللي كنقول اللي noite جنوب اللي اللي هوص Margaret اللي كنت بانا صغير اللي كنت باني وسنقول usedMAN كنن Bronf نتمنى لهم كلهم اللي باغيجي اوروبا والذي يريد أن يجي إلى فرنسا هو العمل والجد لأنني كما قلت لك أنا كنت قلت 15-18 ساعة في النهار باش توصل خسك العمل والشباب حتى هما بغيت نقول لهم اللي ما قراش يتعلم حرفة ولجل الخارج هاد الحرفة أي حرفة بغت تكون غادي تنفعه وهذا هو المستقبل وهو العمل إن شاء الله وكل شي غيمك لي لانا وينجح غادي ينجحوا كاملين الثقافة بين أوروبا وخارج والثقافة بغربية أنا عندي كنت نطبق لأن نغرع لأوليدتين كنشوف بأن أوليدتين عندهم جوش ثقافات عندهم أموات بأنهم فرنساويين وممتون أم غاربة والحمد لله كي هضروا اللغة أنا عندي بناتين كبارة وخاء بهم فرنسية كي هضروا الشلحة كي هضروا العربية مزيان وهم كذلك عندهم مشابر المغرب شارين ديورهم والحمد لله الشباب ديالنا واللي كابرين هنا عندهم كلهم أمل وكعمبوك داوما باش يرجعوا الوطن كانت وحشت في المغرب كل شيء عندي الوالدة ديالي تمام عندي إخواتاتي عندي العائلة وموحش في المغرب لأنني أنا مني كان مشي للمغرب ما كانت بلاصة واحدة تهيرت المغرب كله مشيت الصحراء مشيت السيد مشيت الزعماء كانت حاول وكل البلاسة كانت مشي كندي كوفرها جديدة بأنني الحلم وأحسن مناطق في العالم مشيت الأوروبا كلها شفت أوروبا ولكن أعز عطلة ديالي هداء المغرب وأحسن عطلة وكان ارتحتها في المتاقرة ديالي اللي أنا كبرت فيها ديالي لحلم ديالي في المما كنت نصل لك الديناء ولا فسوسة حال بها لعدي على مدار 30 سنة انتقل بين المدن الفرنسية ليستقر به المقام بمدينة نيس حيث نلتقيه رفقة عائلته ونتعرف على مشاريعه هذا الوليد بروغ اتري كيستفادي عطاك غومير كيستفادي عطاك غومير ومارك ليش فيكم ولا يعرفكم وتشاء أيوب ووصال كرحكم وليس فيكم عرفكم العلاجة ولكمليل برافو زيد تكلمة زيد 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 وكان حكم ونه ونه وعش تقول لي من تماماك ليش فيكم ولا يأتيكم وما ينجيكم برافو عليك جمعيات كان عرفها احنا عندنا فسوس في الجمعية اللي فسوسة دير احنا جمعية وانا منخارط فيها ديك الجمعية كان نعاونو الناس ما كان في البلاد وكان عاونو مصالح ديال المنطقة ديال القبيلة وديال الدوار اللي هو بالنسبة الطرق والماء للشرب لأنها نقص بزاف وكان حاولو احنا بهذه الجمعية هادي زعمال نقربوا للسكان كل شي اللي خالصهم والحمد لله هادة الجمعية خدمها مزيان مزيان بزاف ولكن قصنا مازال مساعدة وكان حاولو للقى شي مساعدة من عند الدولة وتعني اكتره احسن خدمت مع الجمعيات في فرنسا بزاف اللي هما مغربيات وباشي مغربيات وباقي الان نيت كان نخدموا مع جمعيات الجمعيات اللي يجاوا وطلبوا منا شي مساعدة اللي عاونيونا كان نخارتو وانيت هادة الجمعيات المغربية كنت خارت في فعال الجمعية هنا يا ممعاد كورونا وشي المشكلة اللي يقولك تتنقص ممي كان جمعيات خرين اللي انا كان عاونيوهم بزاف في رمضان وفي المساعدات وباقي الان حاليا كي يجوا عندي وكان عاونيوهم وكل شي فهذا نصاحي على هادة الكوفيديزنف فهذا المرض نقول لكم هذا المرض خطير بزاف لانا عندي الاخ ديالي اللي جابني الفرنسي الكبير تقاس بهذا المرض هذا والحمد لله اليوم لانه تخلعنا منه تقريبا شهر وفي الكوما وتحسنت الاحواد اليوم ولكن الحمد لله تخلعنا بزاف تخلعنا بزاف ولهذا ننصح الناس يدروا كلهم الفاكسا ويردوا البال على وليداتهم على نفسهم يرد البال لهم ويرد لأن هذا المرض خاطر 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 وانا نحن نجربينه وعارفينه كيف يسوها هذه المدينة هي بحال البلاد الجو ديال منطقة عندنا البحار وعندنا الشمش وعندنا تلج فهذا المنطقة فيها كل شيء وتانية اللي كانت أول حاجة في اللون قبل ما نولفها كانت التجارة جيت لقى عشانا بزاف ديال المدن في فرنسا درت فيهم تجارة وجيت لهذه المدينة هذي والحمد لله تأثرت الأمور ولقيت بأن الخدمة هنا اللي هي أنا والحرفة اللي كان دير ديال المجزارة وسميته لقيت بأن النيس لك الدزير زعماء عجبتني بزاف وارتحت فيها في الجو في سكان ديالها المواطنين كما يكونوا قاعدة المغربة والجزائريين والتونسيين كلنا زعماء ولقيت راح هذير في هذه المدينة هذي لهذا استقررت هنا عالي المقدمي وبعد غربة طويلة يفكر في العودة والاستثمار في مشروع تجاري داخل الوطن على أن يواصل أبنائه مصاره في بلاد المهجر تجاه عندي الولد ديالي الولد كبير بشأن درما حليت لي واحد المعحل تماكن في الناربون وقرب الاسبانيا وقدام داتما عندي الأخ ديالي في أفينيو حتوى الحمد لله هو أكبر مجزارة تماكن في أفينيو مجزارة أطلال سنية بحل لقانديا لكم والحمد لله أنا الولدات لولاد أخويا هما إن شاء الله وولادي أنا اللي غادي يكملوا في هذا المستقبل في هذا الطريق يمكن هما فراسة كلها في أي بلاسة يقدروا يمشوا لها ويقدروا يخدموا فيها ماشي غرفة لكبتازين وحنا يناويين نرجع لبلدنا الوطن ديالنا أنا وخويا بدينا كنكبروه بدينا كنعياو أمشوا يكملوا في بلدنا هذا هو الحلم ديالي وأمنية ديالي اللي كانت منها المغاربة نسلم عليهم اللي في النيس اللي في فرنسا اللي في أوروبا واللي في أمريكا وفي خارج خارج الوطن فيما يكون الدول العربية كلها ولا أفريقيا كان نسلم عليهم مزاف وكانوا يقولون إن شاء الله نتلقوا في المغرب غادي الكوفيد هادي المرض غادي بشي كلنا إن شاء الله نتمنى باشا حلونا الطرق باشا نرجعوا لبلدنا ونشوفوا عائلتنا ونشوفوا حبابنا وكان نسلم عليكم بزاف بزاف بزاف